مدينة السليبابي تحتضن أعمال الدورة التكونية المنظمة من طرف مكتب بعثة الوكالات الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي لصالح العدادين المشاركين في الإحصاء العام الخامس للسكان والمساكن على مستوى ولايتي دماغة يعتبر التعداد العام للسكان والمساكن إحدى الدعائم الأساسية لبناء أي نظام إحصائي وطني وهو عملية يتم تنظيمها كل عشر سنوات انطلاقا من توصية الأمم المتحدة وتنظم بلادنا هذا التعداد الخامس لسنة 2023 على عموم التراب الوطني ويشمل كافة المقيمين على أرض الوطن بالمدن والأرياف ويتميز هذا التعداد بكونه لا يستخدم الاستمارات التقليدية وإنما الألواح للإلكترونية تهدف الدورة التكوينية إلى تمكين العدادين من الوسائل الفنية واللوجستية والخبرات اللازمة لإنجاح عملية الإحصاء والتقييد على الألواح الإلكترونية المستحلدة لرقمنة هذه العملية هذا التكوين يستمر 13 يوم عشرة منها إن شاء الله ستكون في النظري يعني في الفصول وثلاثة منها ستكون في الناحية الميدانية وخاصة تعرف على مناطق العد التي هي المستهدفة بعملية العد الإحصاء العام الخامس للسكان والمساكن سيسهم في وضع قائلة بيانات شاملة تمكن من وضع الخطط والبرامج الاقتصادية على مدى السنوات القادمة شوقي محمد فالي قناة الموريتانية مدينة سيريبابي في نفس الموضوع انطلقت مساء أمس في مدينة العيون الأيام تكونية لصالح عداد الإحصاء العام الخامس للسكان والمساكن بولاية الحوض الغربي سيتلقى المشاركون في هذه الدورة تكوينا حول طرق التواصل وآليات التعامل مع المعوقات المحتملة لعملية الإحصاء